اشتركوا في القناة وفي كل مرة يعرض جزء صغير من عمق الحقيقة التي نغفل عنها فهذه الأرض التي حملت آثار الأولين والآخرين حملت أيضا أسرارا كبيرة لا ترويها إلا لمن أراد السماع هذه ليست جولة نمطية بين السهول والهضاب بل هي رحلة عميقة رحلة إلى قلب الأرض وأطرافها نقرأ فيها أخبارا من كتب الأولين والآخرين عن أماكن عجيبة لم يطأها سوى القليل من البشر فمن بحر الظلمات إلى جزر الضباب ووصولا إلى بوابات العالم السفلي تكتبوا الأرض حروفا نرويها لكم في وثائقي أراضي الأرض الغامضة ورحلة العالم المجهول تاهت بنا الأفكار وعجبنا من أين نبدأ فتركنا سفينتنا تمضي بنا بعيدا إلى أن وصلنا إلى بقعة عميقة جدا يقال لها الكهوف العامودية ولكنها تعرف بين الناس باسم الحفرة العظيمة الزرقاء وبعد وصولنا إلى هناك اكتشفنا أمرا عجيبا حقا أنها لم تكن كهفا أو حفرة بل كانت بوابة غامضة تحت الأرض والبحار على بعد سبعين كيلو مترا من ساحل مدينة بليزا المطلة على البحر الكاربي في أمريكا الوسطى نشأت الحكاية والأساطير عن الثقب العظيم الأزرق فلقد كان مصدرا قديما لحكايات وحوش أعماق البحار وأسرار شعوب المايا روت فيه الأساطير عن أمور لا يعقلها بشر ولا جان يتكون هذا الثقب العظيم من نظام معقد بعرض يزيد على 300 متر من الكهوف الكلسية والتي تتصل بممرات معقدة مجهولة النهاية تحت الأرض بدأت القصة في عام 1971 عندما قدم البحار والمستكشف جاك كوستو بسفينته كاليبسو وكان العمق الأولي المقاس لهذه الحفرة 125 مترا بدأ الغوص الأول فيها وكان كافيا لإكتشاف ممرات وكهوف أرضية تحت البحر إلا أنه بدأ من المستحيل الوصول لنهاية هذه الأنفاق المجهولة أحس جاك حينها أن هذه ليست حفرة أو مجرد كهف تحت البحر بل كانت بوابة سفلية لعالم جديد عالم لا نعلم عنه شيئا ويصعب الوصول إليه وكأنها كانت دليلا على أساطير شعوب التبت ومدخلا قديما لمدينة شمبال الخالدة ظل الأمر طي البحث لغاية عام 2018 عندما انطلقت رحلة استكشافية في ديسمبر برئاسة إيريكا بيرجمان غاصت فيها إلى عمق 125 مترا تحت البحر في غواصة فولاذية متطورة فلاحظ الفريق مجموعة من المسارات الغريبة على الرمال وتابع سيره تحت ضباب كبري تيد الهايدروجين المتشكل جراء عدام الأكسجين وفي ظل عدام الأكسجين لم يكن متوقعا مشاهدة أي مخلوق في الأسفل ولكن عندما وصلنا إلى قاع الحفرة فوجئنا بوجود سرطانات وقواقع وغيرها من المخلوقات وباستخدام السونار اكتشف الفريق وجود عدد كبير من الصواعد والهوابط المعلقة وكأنها أعمدة جليدية ضخمة مع ممرات أفقية وسفلية شديدة الظلمة فاستطاعوا أن يرسموا خريطة ثلاثية الأبعاد لتلك الأنفاق المظلمة ولكن الشيء الغير متوقع أن أسرار تلك الحفرة العميقة وما وجد فيها ما يزال طي الكتماني إلى الآن وظلت همسات المستكشف جاك الأخيرة أنه عثر على بوابة العالم السفلي تحت البحر غادرت سفينتنا هذا المكان على طول الساحل وصولا إلى المكسيك فنزلنا منها وجبنا الوديان والسهول إلى أن وصلنا لمكان عقيم أشبه بأرض خاوية أرض من الرمال والحجارة أحرقتها أشعة الشمس ودفنت فيها ألغازا كثيرا وبصمت عميق حتى باتت تعرف بحزام الصمت في صحاري منبيمي شمال المكسيك يقبع الصمت هناك وسميت حزام لأنها تقع على نفس خط العرض مع مثلث بيرمودا على الجهة المقابلة من بحر الظلمات عند وصولنا إلى هناك وجدنا لافتة كبيرة كتبت باللغة الإسبانية تحذر المقبلين على هذا المكان فلا هاتف يستقبل إشارة الاتصال ولا بوصلة تحدد وجهتها حتى أن الجي بي اس والرادارات لا ترسل ولا تستقبل أي بيانات أو إشارات هناك أي أنها بمعنى آخر إنقطاع تام عن العالم الخارجي لا يعيش فيها أي إنسان ولا حيوان فالحيوانات ماتت بشكل جماعي وغامض فهي منطقة خالية من الحياة تنتشر فيها الحيوانات النافقة التي دخلت إليها ولا يوجد سبب ظاهري للموت الجماعي لها فتلك الحيوانات ماتت سليمة بدون أي أثر لتدخل إنساني أو حتى صيد حتى أن النسور والسباع التي تأكل الحيوانات النافقة تبتعد تماما عن الحيوانات الميتة في تلك المنطقة وتظل هكذا حتى تتحلل بيدوه بدأت الأنظار تتجه إلى ذلك المكان في شهر يوليو لعام 1970 عندما أرادت الحكومة الأمريكية اختبار ساروخ أثناء فأطلق من قاعدة عسكرية قرب النهر الأخضر كان خط سيره محددا بأن يمر بجانب حزام الصمت متجها إلى هدفه ولكن ما حصل بعد ذلك لم يكن بالحسبان حيث غير الساروخ مساره متوجها نحو منطقة حزام الصمت وانفجر هناك وتلى هذه الحادثة حادثة حطام ساروخ ساترون الذي كان من مخلفات مشروع أبولو فقررت الحكومة الأمريكية إرسال بعض من المستكشفين والعلماء حتى يحققوا في الأمر فتوجهت بعثة مكونة من مجموعة من العلماء وبصحبتهم كلب مدرب وما إن دخل حدود هذه الأرض حتى بدأ الكلب يتصرف بشكل مريب وينبح بشدة نحو الفراغ وكأنه يرى شيئا لا يراه الإنسان وبدأت عليه علامات الذعر والخوف تجاه خطر حقيقي وفي صباح اليوم التالي لم يجد العلماء أي أثر للكلب وفي نفس الوقت لاحظوا أيضا التصرفات الغريبة للطيور المهاجرة تحديدا عند مرورها بسماء هذه الأرض فقام الفريق بجلب سلحفات ودراسة التغيرات التي قد تطرأ عليها فوجد أنها أصابها شيء من الجنون إذ انقلبت على ظهرها وظلت تنظر نحو الشمس بدون أي تفسير كان من المقرر المكوث هناك نحو عشرة أيام إلا أنهم في اليوم الثالث شعروا بالأعياء والمرض الشديد وعانى البعض منهم من الهلوسة الشديدة فكتب أحد المستكشفين شهادته قائلا لقد ظهرت علينا علامات التعب والإرهاق الشديد كما عانى الكثير منا أنواعا من الهلوسة القوية شعرنا كما لو أن أحدا يدفعنا للخروج من تلك البقعة المريبة أنا أثق تماما بأن شيئا ملعونا يقبح هناك يعيش بالقرب من هذا المكان مجموعة من السكان المحليون وهم يعلمون خطر تلك المنطقة فقد رويت العديد من القصص والمشاهدات عن أشياء غريبة تحوم فوق سمائها روى بعضهم أنه رأى سحبا بألوان عديدة من الدخان بما يشبه الألعاب النارية تحوم فوق المكان كما يظهر في ليل هذا المكان بعض الأجرام السماوية الغير متعارف عليها وفي رواية أخرى لسكان المحليين رأوا كرات نار تتشكل في السماء وتختفي في أجزاء من الثانية كما شاهد السكان المحليون بعض العلامات الغريبة الموزعة على أطراف السحراء القاحلة كما لو أنها نقوش تعود إلى زمن بعيد تشكل مشاهد غير مفهومة مثل عدة دوائر متداخلة وكأنها علامات تشير إلى شيء ما بسبب هذه الظواهر الغريبة نشأت العديد من النظريات التي تحاول تفسير سر منطقة حزام الصمت فيعتقد البعض بوجود شذوذ غير طبيعي يحوم فوق تلك المنطقة فهذا التفسير قد يفسر اضطرابات الحيوانات ويفسر أيضا الظواهر الغامضة في السماء مع سبب عدام كافة وسائل الاتصال ولكنه لا يفسر أبدا النقوش القديمة والموت الجماعي للحيوانات فهل تفسير آخر مرتبطا بالإشعاعات إذ تتهم الولايات المتحدة بأنها استخدمت هذه المنطقة للتجارب السرية والتي أدت في النهاية إلى موت جميع الأحياء وانتشار إشعاعات قوية أثرت على المجال المغناطيسي فيها مما سبب العلوسة والاضطراب للمخلوقات عند دخولها ولكن لا يمكن لهذه النظرية أن تفسر كرات النار في السماء ورؤية الأجرام الغير مألوفة وما تزال أرض حزام الصمت لغزا كبيرا إلى الآن تركنا هذا المكان المريب والصامت وانتقلنا إلى أرض غريبة وكأنها الجحيم المستعر ففي عمق جوف الأرض قبعت بوابة الجحيم وهي حفرة مشتعلة منذ خمسة وأربعين عاما كان لابد أن نعرف ما قصتها وكيف ظهرت تقول الحكاية إن فريقا من العلماء الروس بقيادة شخص يدعى أزاكوف كان قد حفر حفرة بلغ عمقها تسعة أميال أي ما يقرب من أربعة عشر كيلو مترا ونصف قبل أن تصل في الأرض نحو تجويف في الأسفل فقرر أزاكوف أن يجري بعض الاختبارات والتجارب إذ لم يصل أحد إلى هذه المسافة من قبل فأنزلت بعض المايكروفونات المقومة للحرارة مع عدد من المعدات الحسية الأخرى داخل هذه الحفرة ولكن بعيدا عن الأعماق لأن درجة الحرارة هناك وصلت إلى 1100 درجة مئوية وهي درجة كافية لصهر المعادن كانت المايكروفونات المنزلة شديدة الحساسية وقادرة على تسجيل الأصوات الغير مسموعة للأذن البشرية بهدف تسجيل حركة طبقات الأرض ولكن ما تم تسجيله كان مفاجأة بعد تعديل الصوت إلى مقياس الأمواج المسموعة للإنسان سمع أفراد الطاقم صوت رجل وكأنه يصرخ في هذا المكان كان هذا الصوت بمثابة الصدمة لجميع العاملين فقد ساد الصمت بين أفراد الطاقم فظن بعضهم أنه صوت المعدات المستخدمة في الحفرة فأمرهم أزاكوف بإطفاء جميع المعدات والتزام الصمت والتجربة مرة أخرى ولكن في هذه المرة سمعت أصوات لرجال ونساء يصرخون في باطن الأرض وكأنهم يعذبون في الجحيم لم يعد الفريق قادرا على الكلام فلقد كانت صدمة شلت الألسن والأقدام وبعد فترة وجيزة انتشرت القصة كانتشار النار في الحطب وسببت صحوة دينية كبيرة بين الناس فقامت بعدها أمريكا بقول إن التسجيل كان جزءا معدلا من الموسيقى التصويرية لفيلم بارون بلود المنتج عام 1972 فقام الصحيفة تابلويد الأمريكية بنشر هذه القصة بالإضافة إلى صحيفة ويكلي وورد نيوز فظهر أول تقريرا في الولايات المتحدة على ما يعرف ببئر الجحيم وبعدها قام الشبكة الثالوث للبث الأمريكي تي بي أن ببثها على شبكتها الخاصة واعتبرتها أنها دليل على وجود الجحيم وكشفت أمرا غير متوقع عن الثقب الأزرق الذي تحدثنا عنه آنفا والغواص جاك وقالت إن الغواص الشهير جاك كوستو تخلى عن الغواص في الثقب الأزرق العظيم بعد سماعه صرخات الناس المعذبين تحت الماء وهناك قصة أخرى تقول إن أحد رجال كوستو أغمي عليه من الرعب بعد سماعه أصوات صراخ في خندق برمودة إلا أن الجهة العلمية قالت بعدها إن هذه الحفرة هي عبارة عن حفرة مليئة بالغازات الطبيعية والمواد السامة وعندما اكتشفها الروس قرروا أن يشعلوا النيران فيها ظنا منهم أنها ستنطفئ في غضون أيام ولكنها ما تزال مشتعلة إلى الآن ما يؤكد بطلان هذه الرواية فقد أثارت هذه القصة الجدل الواسع في أنحاء العالم منهم من صدقها ومنهم من كذبها أما أزاكوف فقد سرح قائلا أنه لم يكن مؤمنا بخبر السماء ولكن الأمر اختلف بعدما رأى صورة من الجحيم من قلب الأرض المستعرة إلى قلب البحار المجهولة أبحر السفينتنا بعيدا إلى أرض اليابان واستقرت على مثلث بحري مخيف عرف بمثلث التنين ولقب في اليابان القديمة ببحر الشيطان في المحيط الهادي حول جزيرة ميكاي اليابانية وعلى بعد مئة كيلو متر جنوب توكيو تقع منطقة بحرية غامضة قيل إنها كانت بوابة العالم القديم ومكان اختفاء السفن بالكامل فعلى عكس أكذوبة مثلث برمودا ما تزال حوادث الاختفاء في بحر الشيطان قائمة إلى الآن بدأت القصة في الحرب القديمة بين اليابان والفلبين عندما اختفت حاملتان للطائرات تابعة للجيش الياباني خلال عبورهما في بحر الشيطان ولا يزال مصير الحاملتين مجهولا إلى اليوم وفي عام 1939 أقلعت طائرة حربية أمريكية من مطار سان دياغو مرورا ببحر الشيطان وماء عبرت من فوقه حتى باتت الرحلة تمر بظروف عصيبة بالرغم من أن الظروف المناخية كانت مناسبة للطيران ولا وجود للعواصف فاستطاع القبطان النجاة منها عائدا إلى القاعدة الجوية فهرع إليها المسعفون ليكتشفوا أن جميع ركابها فارقوا الحياة وتوفي قائد الطائرة بعد فترة وجيزة أيضا قام فريق من المختصين بالكشف عن الجثث ليكتشفوا ثقوبا مريبة في أنحاء الجسد كما لاحظوا أيضا التلوث الشديد الذي أصاب جلودهم ولا تزال الأسباب مجهولة بدون تفسير وما بين عامي 1952 و 1954 اختفت خمس سفن حربية يابانية في ظروف قامضة واختفى جميع من كان عليها حيث يقدر عددهم ب700 راكم وفي كل عام تقريبا تتكرر حوادث الاختفاء ولكن الحادثة التي أثارت رعب الحكومة اليابانية هي سفينة أبحاث على متنها أكثر من مئة عالم تابعة لمشروع ضخم بغية البحث في هذا المثلث الغريب زودت السفينة بجميع الأجهزة الحديثة للاتصالات والبحوث وبجميع ما يلزم لرجوعها آمنة ولكنها اختفت دون أي أثر وفي ذلك اليوم أعلنت الحكومة اليابانية عن خطورة هذه المنطقة وبضعتها ضمن المناطق المحظورة وتم التعتيم عنها في جميع أنحاء العالم توقفت رحلتنا في جزر اليابان ولكنها ستتجه قريبا إلى أرض الجليد والأشجار إلى أنتاركتكا أرض ما بعد الجدار لنروي لكم أمرا لم يراه بشر العين الواحدة أمرا للمشاهدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة